الركود يساهم في تراجع التوظيف في الصناعة النمساوية بنسبة 4.6% الاقتصاد النمساوي يسجل تراجعا للربع السادس على التوالي عندنا خبر تاني زيادة البطالة في النمسا بنسبة 8.9% بنهاية نوفمبر 2024 ودي زيادة لم تعد بالمقابل مقارنة بالسنوات السابقة أو العام الماضي وأخيرا 40% من أصحاب الأعمال في النمسا يخططون لتقليص الوظائب بسبب الركود نقطة الاقتصاد أعتقد أنها نقطة محورية وكبيرة جدا وهمة جدا في الوضع الحالي بالنسبة للنمسا طبعا بعد إعلان رسميا كاتي ام للإفلاس وتشريح حوالي 4000 عامل هم عملوا هدم 500 وظيفة حاليا دلوقتي 3600 والنهاردة كان فيه عن طريق بعض الأصدقاء اللي بيشتغل في كاتي ام عرضوا عليهم وكان فيه اجتماع للعمال وكان المطالبة أنهم يعملوا عملية التفاهم بين العمال أنهم يخرجوا يمضوا على إقرارات أنهم موافقين على ترك العمل نظرا للظروف الاقتصادية للشركة فيه ناس كتير ماردتش تمضي توقع على الطلب ده فيه ناس وقعت وفيه ناس ماردتش توقع وقالوا إحنا موجودين في البيت لو عندكو شغل هنيجي نشتغل ما عندكوش شغل قدين موجودين في البيوت النقطة التانية أصحاب الأعمال بقى اللي بيتجهوا نظرا للركود الكبير لتقليص الوظائف نعم عندنا البطالة بترتفع لـ 8.9% الموضوع ده شايف الاقتصاد النمساوي إلى أين في السنوات القادمة والله دكتور ممضوح يعني مثلنا عم تحكي يعني فعلا موضوع الموضوع الاقتصادي هو عصب ومحور محور المفاوضات الائتلاف الجارية حاليا ووضع صعب جدا الاقتصاد يسجل تراجعا لربع السادس على التوالي يعني بنسبة 0.6% زيادة البطالة 8.9% بنهاية نوفمبر طبعا نسبة كبيرة مقارنة بالعب الماضي الركود الاقتصادي تراجعوا التوظيف من الصناعة إلى 4.5% تقريبا و40% من أصحاب الأعمال بفكروا لتخفيض لتخفيض أعداد الموظفين يعني من المؤسف جدا استاذ مدوح انه فعلا قاعدين احنا عم نتناول هالأخبار هاي المؤسفة والمؤلمة من ناحية انه الوضع الاقتصادي النمساوي عم يتراجع بهذا المستوى بهذه السرعة بهذا النسبة الكبيرة بصراحة اعتقد ان فعلا تدهور واضح للأسف تدهور واضح على مستوى الصناعة على مستوى الوظائف يعني هلا النمسا الشيء الوحيد المزدهر فيها هو قطاع السياحة باعتبار هي لها بعض طويل بهذا الموضوع وايضا اعتقد قطاع الخدمات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية الخدمات الرعاية الصحية البيع اللوجستي يعني هذا كان فيه تطور اعتقد فيه خبر يوجد على النمسا ميديا انفقرات تم نشره قبل ايام انه يوجد انتعاش بسوق التجزئة الى حد ما ولكن الصناعة التي صراحة مع الاسف الشديد العديد من الشركات الكاتي ايم صناعة السيارات قطع التبديل جميعها هذه فعليا تتجه الى الافلاس احنا نشارفة الى العقارات افلاس شركة من شركات العقارات اللي كانت بتحطق صحيح صحيح ارباح طائلة في السنوات السابقة كان يوجد هرم هرم كبير على ما يبدو وبدأ وبدأت تتراجع يعني ارتاله بشكل او باخر او تحتز ارتاله بصراحة هذا الهرم ويتزعزع الاقتصاد النمساوي كاملا مع الاسف الشديد الوضع المقبل على مستوى العمل على مستوى العاملين انا اتصل فيني كما اتصل فيك اصدقاء يعني فعلا اشخاص يعملون وكان عندهم يعني عمل جيد ورواتب جيدة بالصناعة بعدة مقاطعات نمساوية فعليا تم تسريحهم وارسالهم الى مكتب العمل من اجل يزياد صيغة جديدة لاعادة ادخال يعني هم بيعرضوا عليهم طبعا في بعض اللي بيعرضوا عليهم اماكن تكون محتاجة لعمل زي مثلا ليدل او سيكيك الحادية النمساوية لكن في كتير منهم اللي هم متواجدين لسنوات طويلة شايف ان ده بيعتبر يعني هو نفسه مستغرب ازاي الشركة اللي هو كان شغال فيها الوقت ده كله كنت بتسمع عن مليارات من الارباح المتحققة وفجأة توصل لهذا الانحضار نعم 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 يعني بتصور بتصور مهمة صعبة للغاية حتى فعلا يعني انه انه النمسا تتجاوز هذه المرحلة اعتقد السنتين المقبلتين لن تكون سنوات لطيفة بشكل عام سيكون يوجد غلاء يوجد اكتفاع بالاسعار يوجد تراجع بالفوائد الاجتماعية بشكل عام على مستوى المساعدات على مستوى تعويض تعويضات البطالة فهذا رح يتبعه بصراحة يعني مزاج مزاج عالمي مزاج عام عفوا مزاج عام سيء ينعكس على الناس في النمسا طيب نتمنى و لكن نتمنى ان الامور تكون بشكل افضل الموضوع العام يحتاج الى عادة صياغة كما قلناها مرارا وتكرارا آليات السوق والتسوق تتغير كليا يعني اليوم على سبيل نيسان ما ينتبق على الاعلام مثلا اليوم لا ينتبق عليه بعد خمس سنوات قبل خمس سنوات عفوا ولا ينتبق عليه بعد خمس سنوات وحتى اقل من ذلك يعني لابد ان يكون هناك تغيرات حسب التطور الموجود في كل المجالات